هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي السديف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 طيف حلقتنا اليوم هو سعادة الأستاذ مونير اسهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية في هذه الحلقة تعرفنا على الصندوق علاقته بصندوق التنمية الوطني علاقته بالصناديق التنمية الأخرى علاقته بقطاع الزراعة والأمن الغذائي وتعرفنا على أهم الأشياء اللي حققوها كم نسبة للمستفيدين من الصندوق من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة والمزارعين الأفراد ويش حققوا في موضوع التقنيات الزراعية وكيف استطاعوا أن ينقلوا الصندوق من مرحلة العجز السنوي اللي يقارب 500 مليون إلى الفائض السنوي اللي يقارب 50 مليون وهل هذا هدفهم هدفهم منهم يربحون ولا ليش يعتبرون هذا الشيء إنجاز وتحدثت مع ضيفي عن تحدي لما يكونون أغلب المستفيدين منك أفراد ومنشآت صغيرة هذا يخلق تحدي في التحصيل والمتابعة المالية فكيف قاعدين يتعاملون مع هذا التحدي وفي الأخير طرحنا أسئلة أصدقاء سقراط اللي أكرمونا فيها مثل سؤال ليش ما يعطون تراخيص لمزارع العمودية داخل النطاق السكني زي هذه المشاتل وهل عندهم خريطة للمنتجات اللي يدعمونها في كل محافظة ومدينة من مدن المملكة وليش يشترطون وجود سكت راعي وهل هذا صحيح أصلا إلى آخر أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتوني فيها أترككم مع الحوار حيك الله أبو فهد شرفتنا ونورتنا الله أحييك شكرا لك شكرا لدوتك الله أحييك أبو فهد بين وبينك قاسم مشترك في الإنجاز الأكاديمي أو الدراسة الأكاديمية أننا كلانا ننهي دراستنا الجامعية في فترة تختلف عن ما خطت له أو الخطة النموذجية اللي تعطيها كل جامعة لطلابها يعني إحنا في في جامعة برشلطان لما درست هناك كان مطلوب أنك تتخرج في خمس سنوات إدارة مالية فتخرجت أنا في سبع سنوات بينما على العكس أنت مشارة تبارك الله كانت خطة الدراسية أنك تتخرج في أربع سنوات ونص وخلص في ثلاث سنوات ونص الحمد وش سر يعني ما شاء الله التميز الأكاديمي اللي أنت بعدين أضفت ل ماجستير من كولرادو وأضفت لزمالتين السعودية والأمريكية للمحاسم القانونيين وكلها تحت شعار أنت تؤمن فيه وتتبنى اللي هو التعلم الذاتي حدثني عن هذه القصة الحمد لله يعني بفضل الله يعني في الجامعة طبعا سنوات كان فيه نص درم سنة تحضرية فيه رياضيات أحصى ولغة إنجميزية وكننا نحن أخذ دفعه في كلية العلم مديرية في ذاك الوقت بعدها إلغت السنة تحضرية فكنت حيصة الحمد لله أني يعني أنهي الجامعة بوقت جيد لأنه كان عندنا فرصة بكل أمانا كان فيه ترمسية فيه ممكن ثلاث مرات خطة هو اللي عوض للنص السنة اللي كان مهوض منها والسنة اللي الأكاديمية وفي نفس الوقت يعني تصغلال الوقت جيد بكل أمانا يعني في ذاك الوقت حتى ما كان فيه يعني شيء زي الوقت هذا مريات كثيرة يعني واحد لا نتفليكس ولا شبكات اجتماعية ولا كلها الملهيات هاليا كانت كل الأمور سهلة الحمد لله وكانت أنا ممكن حبيت حتى دراسة المادة خاصة أنا ممكن في ذاك الوقت المحاسبة وكنت حرصة أني بالنسبة للتعلمات يعني قبل والله كانت ترم قبل ما أدخل الجامعة ما كنت عارف شيء كثير عن المحاسبة لكن أخذت كتب وقراءتها قبلها فحبيت المادة وممكن هذا ساعدني كثير إنه فعلا دراسة ذاتية مهمة جدا خصوصا إذا تعديت الجامعة أو في منتصف حتى الجامعة بدأت تكلم عن الزملات المهنية الوقت التي تخصصها أنت للدراسة أفضل لك منك تصرفا في دورات أو معاهدة لأن الدورات المعاهدة لديك مجموعة كبيرة ومختلفة من سواهم العلمي مختلف يعني يمكن يكون بعضهم مفضل منك بعضهم أقل منك فإنما الوقت التي تخصصها أنت لك يمكن أن يكون حتى أقل من الوقت التي تستنفذها في المعاهدة لأن المفروض أن عندك الأساسيات وكل شيء بس هي مراجعة وتأكد فقط وأنت الزمالتين اللي حصلت عليها السعودية والأمريكية كلها بتعليم ذاتي لا أخذت تدورات ولا أخذت مدرسي خصوصي ولا شيء لا الحمد لله وكم استغرق الوقت؟ والله شوف الزمالة السعودية خليت عليها دفعتين ما خليتها دفعة واحدة يعني يمكن كل سنة يعني هي كل فترة يطرحون اقتبارات فقسمت لي خمس مواد قسمت المواد الصعبة والمواد السهلة يعني حسب والحمد لله كلها تستمنا والمراهي يعني يدخل اقتباره راش الله الأمريكية أنا كنت تدس ماجستير في ذاك الوقت وصغلت الوقت يعني في نفس الوقت اللي كنت تدس فيه ماجستير خلصتها قبل ما عاني الماجستير الحمد لله راش الله يكون فيه منك وقت تسفيد منه جيد الواحد تسفيد من وقته يعني هذه كان خصوصاً يعني ما هي بعيدة عن تخصص الماجستير كانت خصص ثاني هم مالية يعني بس المالية تعتمد بشكل كبير على المحاسب يعني المالية دائما تتنظر من الاستثمار والمستقبل يعني بس نتعتمد على المحاسب اللي هي دائما تركز على الماضي صحيح ليتني ولا سامح أنا صايح يوم أدخل الجامعة وأيضاً أبو فهد يعني سيرتك المهنية يعني ما شاء الله متنوعة وبشكل مثير يعني في تجربة عميقة في البترو كيميكلز في سابك بعدين انتقلت إلى عالم الزراعة تجربة أيضاً عريقة في المراعي بعدين الاسمنتات اليمامة وبعدين سوق المال حيات سوق المال تداول شركة تداول أو تداول عفوا شركة تداول وحالياً أنت تقود الصندوق التنمية الزراعية من 2015 حتى اليوم وش السر في التنقل بين قطاعات متنوعة في الوقت اللي نشوف ناس مثلاً من يوم يبدأ إلينا تقاعد في قطاع واحد والله شف هي أصعب شيء والمرأة يعني أنا جلس في سابق حالس سنين ممكن وسابق جامع بكل أمان سبت منها حتى استثمروا فيني يعني المجلس بكل أمان ومتعت من سابق وجلست فيها يعني كان يشتغطون سنتين جلستها سنوات وخلال العمل يعني ما هو بس الدراسة السابق يعني فيه يعني تنوع كبير عندها طبعاً بالنسبة عندها شركات كثيرة بالنسبة لمحاسبين فيه المحاسبة المتقدمة من ناحية توحيد القوام المالية هنا خصوصاً كان هذا تخصصي يعني وعملي مجال المدير دارة تقرير ورقابل في سابق يعني فتجربة جيدة يعني تبنى بشكل جيد وانت استثمر في الموظفين يعني في استثمر جيد بالتدهيب والتطوير وفي قيادات أكثر للسعودين والحمد لله يعني هذه كانت وبعد عشر سنوات وجدت ان فيه فرصة جيدة خصوصاً بعد الزمالات اللي حصلت عليها والمجلس كان في فرصة جيدة أن ينتقل والحمد لله كان صعب أول اتخاذ أنك تطلع من مكان مثل سابق يعني حتى تروح يعني في شركة مراعي شركة مميزة وكبيرة بس من ناحية الحجم وكذا في ذاك الوقت حتى يعني ما كانت حتى شركة مساهمة فالحمد لله يعني جاني عرض وانتقلت لهم وكانت جالس سمحهم فترة وشركة مراعي شركة نموذجية بكل أمان يعني من ناحية الأنظمة من ناحية العمل من ناحية الإدارة إدارة محترفة بشكل كبير يعني وكان تشتغل في قطاع خاص قطاع خاص مية بالمية يعني يختلف عن قطاع بشكل كبير بتعامل يوميا مع المنتجات طبعا هي الآن محب شركة زراعية شركة غذائية متكاملة صحيح يعني من المزارع للمصانع إلى الغذاء ودخلوا حتى في التواجد فطبعا كانت تحديات والعمل كان في جنسيات مختلفة يعني المراعي تستخدم كفاءات متنوعة من أكثر مكان والعمل مح وكان مفيد بكل أمانة طبيعة العمل والتكارير اليومية يعني لازم تتابع إنتاجك وانت بيعي في كل مكان كان تحدي كبير بس التنقل بين قطاعات متنوعة هل هو أثر مسيرتك المهنية ولا تحسنوا شتتك لا بالأكس أنا عندي بعد الفترة الطويلة دي عندي وجهة نظر كبيرة يعني أن وجودك في مكان واحد طول الفترة قد يكون جيد لبعض الناس المحب لكن ما هو صعب بس المشكلة بغيرك أنا أعتقد أقل من أربع سنوات في مكان واحد ما تقدر تفيد ولا تستفيد بشكل جيد أنا أقول حد لدنا من أربعة إلى خمس سنوات يكون تعطيه بشكل كويس ممكن طبعا أنك تتبقى بس تغير في حد ذات ما بهدف لكن تتجي حين فرص والتنوع دي تصير قدرتك على التغير والمرونة في التعامل مع الناس تتعامل مع ناس مختلفة مع انظمة مختلفة تحديات جديدة هداف جديدة بلجال صدار جديد فكل هذه تخلق لك قدرة أنك تتكيف حتى تفيدك في حياتك وليس في عاملك فقط جميل وهذا يقودني محورنا الأول أبو فهد اللي هو محور من أنتم نحاول نتعرف فيه على صندوق التنمية الزراعية وش هذا الصندوق لمن يتبع وش أهدافه الصندوق الزراعي طبعا هي مؤسسة اهتمانية تهدف لدعم مقطار الزراعي لتحقيق التنمية التنمية الريفية ولا من الغذائي في المملكة طبعا الصندوق كان اسمه سابقا للبنك الزراعي السعودي هو من أقدم أساسات في المملكة يعني 60 سنة تقريبا 60 سنة عمر في خلال هالعمر مر في مراحل مختلفة حتى أنه في 1430 تعدل النظام الأساسي وصار مستقل ماليا وإداريا وكان طبعا هو يتبع سابقا منظومة الوزارة المالية في 1436 مع التعديلات في الأنظمة صار يتبع إداريا أو رئيس مجلس إدارة مع الوزير الزراعة في ذاك الوقت قبل تعديل الوزارة الوزارة اللي بيان مياه والزراعة وقبل سنتين طبعا إنشأ صندوق التنمية الوطني وصار الصندوق التنمية ترتبط التنظيمية بصندوق التنمية الوطني حلو وهذه تحديدا يعني أنا التقيت بمدير صندوق التنمية الصناعية ومدير صندوق التنمية العقارية وكل حلقات سابقة في صقراط المهتم يرجع يسمعها بس ودي أفهم أكثر وش طبيعة علاقتكم بصندوق التنمية الوطني طبعا إنشاء صندوق التنمية الوطني الهدف الأساسي طبعا هو تنظيم عامل هذا الصندوق توجيه الصحيح للتنمية التي تطلب المملكة ووفق رأي تمامك 20-30 وأيضا يكون داع من هذا الصناديق لإكمال منظومة أو تحقيق هذا فحنا عندنا صندوق الاستثمارات العامة اللي يعني بالاستثمارات بشكل مباشر من قلال الملكية والصناديق هي أدوات الدين هي التي تقدم التنمية فوجودها في منظومة واحدة اللي هي صندوق التنمية الوطني يسهل عملية حتى التنسيق والتكامل مع صندوق الاستثمارات الآن وأيضا يأكد على توحيد هذا الجهة واستفادتها من بعض يعني هلنا الآن سر فيها اجتماعات مستمرة في ظل منظومة الصندوق التنمية الوطني مع الصناديق الثاني سر فيها استفادة من الخبر الصناديق من بعض البعض التحديات المواجهة قد تكون واحدة قد تكون مختلفة فوجودها تساعدك وتسهلك وتدعمك فهذا مهم جدا وسياسات الصندوق وستراتيجيته من اللي يعتمدها وطبعا يعتمدها مجلس الإدارة الصندوق ولكن صندوق زراعي ولكن هتعرض على الصندوق الوطني يتأكد انها تتماشى مع السياسة العامة وانتم رئيس مجلس إداراتكم هو نعم مع الوزير البيان والزراع المهندس عبد الرحمن بل محسن وانتم أنهيتوا في هذه السنة استراتيجيتكم الأولى اللي هي بدأت 2015 إلى 2020 وكذلك قبل شهرين اعتمدتوا استراتيجيتكم الجديدة 2021 إلى 2025 صحيح وش أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة طبعا أهم ملامح اللي هي طبعا نحن نتكلم عن التنمية الزراعية والتنمية الزراعية مرة المختلفة ودعم الاستراتيجية زراعية المنملكة مع التوجهات الجديدة ودعم التبنيات الحديثة إن شاء الله يكون دور الصندوق توسع في سلسلة الإمداد بدلاً ما نركز فقط على المزارع وإنتاج المزارع نحاول نغطي سلسلة الإمداد من المزارع إلى المسارك النهائي السلسلة هذه إن شاء الله كلنا فيها دوق هذا تحول استراتيجي إذا دخلت فيه ممكن نأخذ أمتر عشان نفهمها أكثر وش الفرق بين سابقا التركيز على المزارع والآن تركيز على سلاسل الإمداد أطنا مثال طبعا أول كنا ندعم سلسلة الإمداد لكن في بحجم قليل يعني في الخطة القادمة إن شاء الله بتكون التسويق الزراعي نتكلم مثلا عن المزارع دعم الكبير إن شاء الله بيكون طبعا المزارع بيستمر له الدعم والنتاج الزراعي مهم جدا هذا إن شاء الله بيستمر ولكن ننطلع أيضا عشان ننجح مهمة المنتاج الزراعي إنها توصل بشكل سليم وآمن للمستهلك ندعم سلسلة الإمداد من ناحية مثلا المخازن من ناحية الكولدستور من ناحية المراكز الخدمة الزراعية المراكز الخدمة الزراعية مهمة جدا هي الوسيط اللي غالبا تكون بين المستهلك وبين المزارع فممكن نشوف الصندوق بكرة يدعم مستودعات زراعية شركات نقل زراعية كل سلسلة الإمداد ومراكز خدمة مثلا وهذا اللي ممكن نبدأ إن شاء الله فيه في بداية بالتمور وإن شاء الله نتوقع أنه إن شاء الله نبدأ أيضا في الانتاج الزراعي مثلا اللي هي مركز خدمة يحصد ويساعد في حصاد الانتاج من المزارع ينقل المنتج للمستودعات وثم إلى المستهلك النهائي أو حتى اللي هي المنافذ التسويق الصغيرة حلو أنا ودي أسأل في الاستراتيجية عن هدفين تحديدا بس أبغى أفهم مش هذه الأهداف بعدين ممكن ندخل بعدها في محور ماذا حققت ومنسمع لأشياء التي تحققت لكن أبغى أفهم مش تقصد في موضوع تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية اللي هي حسب الميزة النسبية لكل منطقة هذا الهدف ودي تشرح لي وهدف تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ عن الموارد الطبيعية وتحسين الانتاجية الزراعية وش هالهدفين هذي الهدف الأول أنت عرف في مناطق الحمد لله المملكة قارة كبيرة والشمال يختلف عن الجنوب والميزات النسبية في الشمال تختلف عن الجنوب تختلف عن الوسطى فكل منطقة تتمتع والله الحمد بميزة نسبية تساعد خاصة من ناحية الزراعية ففي مشروع كبير تقوده الوزارة وزارة البيان المياه والزراع القطاع الزراعي بتحديد المحاصيل اللي تناسب كل منطقة حنا بيكون دورنا إن شاء الله بالعمل محهم من خلال هالمشروع نحدد كل منطقة وشي المحاصيل مثلا منطقة جزاء يعني تشتهر في البن تشتهر في المانغا وتشتهر في باكستوائية عندها ساحل تهامة فهذه كلها الزراع البالية هذه كلها تشتهر فيها مثلا في منطقة الجزاء الصندوق بيكون نحدد هالمحاصيل بيكون الدعم موجه لها يعني بحيث أن المواد مهما كانت محدودة وهذا خريطة معلنة اليوم هل هي واضح كل منطقة وشي المزايا نسبية الحمد لله وصلنا نسبة كبيرة مع الوزارة تقريبا تسعين بالمئة المشروع وهي نحن نطبقينها الآن بنوصل إن شاء الله حتى للمحافظات في كل منطقة يعني منطقة جزاء بنوصل كل محافظة وشي المنتجات اللي فيها المستوى المناطق الآن الحمد لله موجودة بنزل المستوى المحافظات عظيم ومتها يوصل يعني متها نوصل مرحلة للمواطن من تلك المحافظات والمدن يدخل على الموقع ويشوف منطقته وشي المزايا نسبية اللي فيها ولا وشي المحاصيل المناسبة ويقدم طلبه متها نوصل لها المرحلة إن شاء الله قريب إن شاء الله هذا الخط إن شاء الله خلال أشهر إن شاء الله في 2020 أو في 2021 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قبل نهاية 9-20-20 إن شاء الله هذا الهدف حقنا إن شاء الله ممتاز وموضوع التقنيات والمارسة الحديثة ويش تقصدهم فيه التوجه والتحول في الزراعة من الزراعة المفتوح خصوصا في بيئة مثل مملكة رابيسودي عندنا تحدي لأن المائي يعني ممكن ننتج كميات كبيرة مساحة تقنية أعلى بسهلاك أقل بالمياه مثل مثل المثال اللي هي الزراعات المائية والهيدوبونك بلوكوبونك يعني نزلنا نسبة التنميل فيها مش التنميل من خمسين بالمئة إلى سبعين بالمئة لشجعات هذه الممارسات ولا حصلناها في الزراعة المائية أيضا السزرعة السمك لإستخدام الأقفاص العائمة الدواج لإستخدام الأقفاص زيادة الإنتاج استفادة من المساحة أي تقنيات خاصة بالرأي الحديث ندعمهم من خمسين بالمئة إلى سبعين بالمئة جميل هذا يعني يبدو لي تعريف جيد أبو فهد الآن بنتق اللي محورنا الثاني المحور الأهم اللي هو محور ماذا حققته واسمح لي أبدأ أنا من زي بيقولون من الزبدة من الآخر أنتوا فينها صندوق تنموي بدون استدامة سينتهي أثرها في 2015 لما بدأتم استراتيجيتكم كان الصندوق يخسر سنويا أربعمية أو خمسمية خمسمية وستين مليون عبارة عن عجز يمثل خسارة سنوية صحيح في 2019 قفلت السنة لأول مرة بفائض 48 مليون هذا التحول الجذري واللي بطبيعة الحال أنتم منتوا بجهة ربحية عشان تستهدفون الربح لكنه مؤشر مريح أنه هذا الصندوق يتحول إلى الاستدامة بحيث نضمن أنه 20-50-100 سنة قدام هو قادر يقرض الآخرين كيف تحققت هذا القصة؟ أنا أكد إليك فعله وكلامك فعله نحن ما لا نهتف لربحية لكن وجود عجز بحوضة 568 مليون سنوية يعني مصاريفك أكثر من إيراداتك في هذا المبلغ خصوصا عن الصندوق صعب الموارد اللي مفروض تكون للمزارعين وكروض راح تسد العجز اللي عندك كان تحدي كبير والحمد لله في ذاك الوقت يمكن بدأت حتى رؤية المملك 20-30 متأكيد إلى همية الاستدامة المالية رفع كفات الإنفاق وكان المجلس اللي دار كانت معاً الوزير يعني كانت هذه الطلب أن توضع استراتيجية كانوا خمسة نوات جزء من هذه الاستراتيجية معالجة وضع الاستدامة المالية وضعت خطة مدة خمسة نوات تشمل على شقين الجزء الخاص في التعزيز وتنمية الإيرادات الصندوق كانت إيرادات نتقيبة 150 مليون وكانت مصاريف أكثر من 750 فمن هالشقين من خلال زيادة الاستفادة والاستفادة المثلة من الموارد المالية المتاحة لك أيضاً رفع كفاتة الإنفاق من خلال تخفيض التكاليف دون التأثير على عمل الصندوق فالحمد لله يعني نجحنا خلال المدة وكان في تحديات كثيرة من تخفيض المصاريف بحدود 200 مليون 220 تقريباً مليون سنوياً وزادت التجارات عندنا تقريباً 400 وشوي مليون ريال الحمد لله يعني فاله يعني التركيز بدون من أثر يعني على دون الأساسي اللي هو لقاض زادت حجم لقاض عندنا خلال الخمس سنوات يعني كانوا نتوسط خمس سنوات من 2011 إلى 2015 تقريباً مليار حين نتوقع إلى 20 بتصير أكثر من بليار 700 يعني في زيادة تقريباً أكثر من 60% يعني خلال خمس سنوات يعني فمع تحول الكبير في الصندوق وحمل التخفيض للمصاريف ما أثرنا على العمل اللي نقوم بالعكس أنت زدت زدت خلال خصوصاً آخر سنتين فأول سنة كان فيه نزول بس الحمد لله يعني في آخر سنتين كان فيه طيب هذه صراحة يعني قصة جداً يعني واعدة ومبشرة بس أنا أبغى زي ما يقولون العبرة بالتفاصيل ودي أعرف كيف خفضت المصاريف لأنه قد يكون لا سمح الله أنها عبارة عن يعني إجراءات تعسفية ولا إيقاف أشياء جوهرية والإرادات أود أن نعرف وش أهم بندين مثلاً شكلت زيادة في إراداتكم وش أهم بندين شكلت خفض في مصرفاتكم طبعاً المصاريف عندنا البندين ممكن عندنا كان مكاتب مكاتب كبيرة في المملكة وعدد الموظفين يعني ممكن 2360 مضمن الخط الاستراتيجي نوصب 1600 في 2020 نحن وصلنا تقريباً الآن 1700 وشوي طبعاً كان بنامج التقاعد المبكر أعتمد المجلس وكان هدف منه دون أي جبار موظفين كان اختياري اختياري ما أجبرت ولا موظف على أن يغادر ولا موظف يعني وكان يعني العائد على الاستثمار ممتاز للصندوق وموظفين بعد الموظفين مع التحولات اللي صارت في الصندوق معه وقد شوف أنه فرصة مناسبة أنه يطلع ويلقى شغلة خانية أو كذا متطلبات ومؤشرات أدال يعني هذه متطلبات من مجلس متابع المستمر أيضاً قد تكون طبعاً ساعدت وساهمت نحق الهدف ولكن كان برنامج اختياري خصوصاً يعني الحاجة للتحول الإلكتروني في الخدمات اللي قدم الصندوق وعند نطمح لنا يكون أكبر من اللي موجود هذا ساعدنا يعني الإخفاض على الموظفين لم يؤثر على فالستمائة اللي غادروا هذولي كلهم غادروا أولاً باختيارهم وثانياً ببرنامج تقاعد مبكر يعني مجدي لهم صحيح مهبط طبعاً كل 600 هم وبعضهم تقاعد نظامي بس ما أصاب فيه أحلال و400 تقريباً اللي استفادوا من البرنامج بشكل اختياري بدون ما نجبر هذا الأكبر بند خفض عندكم المصاريف صحيح بمقدار كم تقريباً هذا يمكن يصل إلى 130 140 مليون سنوياً 140 مليون سنوياً خفضت بهذا البرنامج نعم واليوم 1700 شخص قاعدين يقومون بأدوار 2300 سابقاً بدون أي تعثر في الخدمة لا الحمد لله طبعاً تحول الإلكتروني ساهم كبير يعني أيضاً التركيز ووضوح الهدف بالخطة وهذا تساعد في وضع خطة مناسبة لتقديم الخدمة صحيح هذا أول بند وش ثاني بند أثر في مصرفاتكم المصرف الأخرى يعني احنا كنا عندنا مكاتب فرور مكاتب بالدات المكاتب يعني حولناه لمراكز خدمة كبير وتكاليفة تشغيلية أيضاً إجارات وتكاليفة تشغيلية كم كان عندكم من المركز أو 47 47 واليوم طبعاً 47 حولناه كلها المكاتب المراكز خدمة تميزة وش الفرق يعني مساحة أقل بشكل كبير الموظفين يعني كان في المكاتب بتنصب 40 المراكز نهدف الخمسة ستة فقط نكون قريب من المزارعين ومن المستفيدين من الخدمات الصندوق وتعمل بشكل احترافي وهوية للصندوق يعني تكون قريبة يعني من البنوك التجارية ولكن طبعاً من ناحية الكفاءة وليس وهذه نفذت والحمد لله ما شاء الله فالآن في 47 مركز خدمة متميز نعم يا السلام بعد الموظفين أقل يعني تكلم المتوسط يعني طبعاً لازال بعض المراكز عندنا عدد أكثر من اللي نحتاجه بس بشكل إن شاء الله هذا منامج جهتاني بس لك مشكل العام بـ 11-12 موظف ذو المتوسط 40 وهادي كم وفرت معاكم سنوياً هذي تقريباً 50-60 مليون يعني مع إجارات مع مستقل تشغيل أخرى مع الإجارات كانت يعني في مباني كبيرة وما نحتاجها يعني 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 نقول لك بعض المناطق كانت 200 ألف وصلنا 20 ألف في نفس المكان يعني ما شاء الله يعني يعني أنا نقول لك التوجه اللي كان في البلد بشكل عام من حيث كفاءة كلما عندما ترجع وتحلل تجد فرص جيدة للتحسين عظيم هذه بالنسبة لخفض المصروفات أهم بندين طيب في زيادة الإرادات كيف زدتوها من 150 إلى إلى حول 600 إلى 600 إيه 600 طبعاً هو المجلس بكلما أنا داعم لها التوجه من جهتين يعني وفي عندنا رجنة خاصة اسمها رجنة الاستثماء وفوضت من المجلس بهذا العمل وبدأت في من ناحية التكوين مراجعة السياسة الاستثمارية للصندوق من ناحية التنوع تخل في أصول جديدة داخل وخارج المملكة فالحمد الله كان العائد واحد 1.9 وصلنا إلى 4.5 وهذا السبب صحيح أن المبلغ الاستثماري يمكن زاد شوي لكن العائد على الاستثمار هو المهم يعني يمكن تتطاع ثلاث مرات وهذا اللي ساعد نوعنا المحفظة الاستثمارية طبعا مع المخاطر المقبولة يعني ما أخذنا مخاطر عالية لكن تنوية الاستثمار في أكثر من مكان ومراقبتها وفي حكمة جيدة من لجنة المراجعة لجنة الاستثمار المتابعة مستمرة من المجلس الحمد لله حقنا هدفين من ناحية تخفيض المصاريف ومن ناحية زيادة الإيران حظيم وبالنسبة للمنشآت الصغيرة المتوسطة أو المزارعين الصغار كيف خدمتهم في استراتيجيتكم السابقة الخمس سنوات اللي فاتت الحمد لله يعني ممكن من الصندوق يخدم مناطق المملكة كلها ونتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين الاستفاد من خدمات الصندوق حوال 460 ألف مستفيد من تاريخة من تاريخة 460 ألف ماشاء الله فالحمد لله المتعاملين مع الصندوق بكل مناطق المملكة وأغلب المستفيد منها هي قروض صغيرة نتكلم 70% من مداية الصندوق 51 مليا 70% نتكلم عن صغار المزارع 30% مشاريع ما ضمن حتى المشاريع نفسها في مشاريع صريقة يعني نتكلم عن 5-6 مليون ممكن تمثل حتى 50% من 30% ف70% من المبالغ اللي أقرضتوها من تاريخ يعني 60 سنة هي لصغار المزارعين وصيادين الأسماك ومرب النحل وماشية ومرب الماشية هؤلاء كم قروضهم تقريبا عادة ورشي في المتوسط يعني من 300-400 ألف يعني يختلفون مثل المرب الماشية غالبا إلى الحد اللي على مثل 100 ألف الآن المرب النحل 200 ألف المزارعين يصلون إلى 500-600 ألف يحتمد يحتمد على الاحتياجات عظيم فأنتم يعني ما شاء الله عكس الصناديق الأخرى الشريحة الأساسية بالنسبة لكم هم الصغار والمشاصر المساطة إجمالي القروض اللي الآن أنتم مغرضينها في هذه السنة أو اللي قرطتوها في 2019 كم تساعد؟ 2019 اللي حصلت الموافقة تقريبا مليار وثمانمية السنة هذه 20-20 إن شاء الله النص الأول يمكننا الآن وصلنا مليار وثلاثمية وخمسين مليار وثمانمية هذه قروض جديدة جديدة نعم حلو بس إجمالي بحفظتكم الإقراضية اليوم اليوم 8 مليار ونصر 8 مليار 8 مليار أوكي ولو بناخذ هنا مثال عملي أبو فهد أنا شاب موجود في أحد محافظات المملكة ما عندي رأس مال كبير كيف استفيد منكم؟ يقدر قدم عن الصندوق هو أهم شيء يكون عندك فكرة المشروع واضحة ودرسة جدوى يعني نتكلم عن مشروع حيث المشروع سريع مثلا سواء دواجم والبيوت المهمية صغير يعني نتكلم عن مليونة واقع يعني فأهم شيء يكون عندك أهم شيء ما هي مشكلة التنميل التنميل أحد ممكن من التحديات التواجه لأصحاب المبادرات والأفكار أهم شيء يكون عنده فهم الطبيعة والمخاطر من الشوال الذي يدخل فيه نحاول نساعد يعني من ناحية الدراسة هل تقدمون أنتم خدمات استشارية في إعداد دراسة الجدوى فهم السوق والله بكل ما أنا هذه واحدة إن شاء الله في استراتيجية الجديدة بنركز عليها هي موجودة لكن وقعنا مذكرة يعني محدة الجامعات على أن نتقدم الخدمات وندعمها أيضا مذكرة تفاهم مع منشآت أيضا لدى هذا الجانب إن شاء الله كلها قبل سنة ويمكن ما فعلتها بشكل جيد بكل أمان يمكن هذا جزء من اللي في التحسين إن شاء الله في الاستراتيجية الجديدة أن نركز عليه بشكل جيد من ناحية أيضا تقديم سهولة الإجراءات حصول على التمويل بعضهم فعلا زي من تفضلت يمكن عندها فكار بس ما يعرف شلون يوصلنا فمتصويق منتجاتنا هذه أحد المبادرات اللي موجودة في الاستراتيج الجديدة أنا أذكر على هذا الطاري صديق مصعب الحكمي صديق دراسة والتقيت ببعض فترة ويقول لي هو سوى مشروع دواج وباعه بربح عالي جدا الله يبارك له وكان يقول من أكبر مفاجآتي في هالبلد هو إجراءات صندوق التنمية الزراعية يقول شعرت أني كأني في حلم طقيت الباب عليهم قلت لهم عندي مشروع دواجن قالوا هذه الأشياء المطلوبة قلت لهم كيف تساعدوني قلت لهم نساعدك كذا وكذا وكذا راح شوف المكتب الفلان ورح شوف المكتب علان ورحت خلصت الأشياء اللي معاهم وبالفعل تفاجأت أنه قارض نازل في حسابي سويت مشروع الدواجن واحتجت لهم في كم مشورة رجعت لهم أعطوني المشورة ونفذت مشروعي مشروع الدواجن الأكثر في بودكاست سوال في بزنس مع مشورة بيان فالرجال يقول ما نمصدق أنه هذا الشيء موجود في بلدي وهذا يعني قد ما يجعلنا نشكركم على تقديم خدماتكم قد ما يخلينا نعتب عليكم أن هذه الصورة السهلة الميسرة من الخدمات ما هي بواصلة لكثير من الناس حتى يستفيدوا منها ويغتنموها خصوصا أبناء المحافظات والقرى والمدن اللي مهيئة للزراعة نتبق معك بالله ممكن هذا جزء إن شاء الله نقول للتطوير وجودي اليوم إن شاء الله قد يكون أحد هالهداف أن نوصل للناس وأن نسعيد بقصة الأخوة المصعب وهذه الحمد لله يمكن من استراتيجيه السابق أننا حاولنا نخفض بالمدة يعني بالدات أو كالكروضة صغيرة الحمد لله أننا جيدين في الوقت يعني بالمشاريع اللي حتاج جرس إذا كان هدفنا خفضها من سنتين وثمانت عشر إلى ثلاثة شهور إلى ستة شهور الآن كم؟ من ثلاثة إلى ستة شهور ثلاثة إلى ستة شهور ويعتمد قرضه ويعتمد قرضه هذا كامل إجراءاته يعني من ناحية دراسة الجدوى مقابل الشخصية وسبقاً كان سنتين؟ طبعاً سنتين إلى سنة ونصد قريباً واليوم وش نافذة التواصل اللي أقدر أوصل لكم من خلالها إذا أنا من أي من المناطق والمدن اللي أرغب أن يستفيد من الصندوق كيف أقدم عليكم؟ طبعاً عندنا موقع فيه كل الخدمات يقدر أقدم من خلال الموقع طبعاً وصلنا من خلال راقمنا أو من حسابنا في تويتر أو الإيميل للصندوق أو الموقع يعني الموقع أو التطوير حق الصندوق كلها موجودة ومراكز الخدمة ومراكز الخدمة طبعاً اللي متنوع في كل مناطقنا وموجودة هذه السهولة الوصول إن شاء الله إنها موجودة لكن يمكن أن التسويق وأننا موجودين يمكن هذا الجزء اللي نحتاج توسع فيه إن شاء الله ممتاز وودي برضا أسمع منك أبو فاهد وش حققته في موضوع نقل الخبرة والمعرفة أو تشجيع التقنيات الزراعية وش قدمت وش حققته في الموضوع والله حنا عقدنا مرش عامل في كل مناطق المنطقة من ناحية قدمنا منتو الجديد اللي هو الدعم التقنيات الهديثة ورح نتقي من كل مناطق المنطقة المنطقة أملنا ورش عامل الزمنة سواء من خلال الصندوق أو من خلال أيضا شركاء آخرين سواء غرفة تجارية أو جامعات وقلنا له مشتر اللي نقدم حنا نقدم اللي هو أي شيء يزيد الإنتاج وحفظها المرض الطبيعية عندنا الأمن طبعا الماء وعندنا الأمن الغذائي نحاول نحاقق الأمن الغذائي بدون ما نأثر على الماء بشكل كبير واللي هي طبعا الزراعة التقليدية المكشوفة الآن يمكن ما هي بهي التوجه توجه فيه زراعات اللي ممكن تزيد إنتاجك بنفس تستفادها بشكل أفضل من المرض المتاهة لك وهذا توجهنا الحمد لله وفيها فكار جديدة يعني ليست بس في البيوت المحمية البيوت المحمية تنتج خضار متنوع وكذا عندنا الدواج أيضا حتى في الانتاج الزراعات التقليدية يمكن بذات التقنيات الرأي الحديثة نحن ندعمها بشكل جيد من 50 إلى 70% يعني حتى نتكلم مثلا عن مزارع النخيل نحن فيه تقنيات طفر بلسو كبيرة 50 إلى 60% من المياه هذه ندعمها فأي يعني ممارسة أو تقنية تزيد الانتاجية أو تقلل استهلاك المياه هذه بالنسبة لكم تقنيات تستحق دعم أكثر فتوصلون بدعم المشروع إلى 70% من رأس مع المشروع نعم صحيح ونرحب أي فكرة جديدة حتى الآن ندرس استخدام مثلا الطاقة الشمسية في البيوت المحمية أو في المزارع أنها تدخل من ضمن التنميل الذي قدمه الصندوق إذا كانت من ضمن المشروع يعني أحد الغيات الموجودة في المشروع وإذا أفكرت جديدة نرحب فيها يمكن أن يجي فكرة نحن ندرسها ونشوف تأثيرها ونستق إذا كانت معجهات ذات علاقة وندعمها بالأكس وقد يكون فيه إن شاء الله هذه تصير ريادة للصندوق ولصاحب الفكرة عظيم وآخر حاجة موضوع الاستثمار الزراعي في الخارج وش قدمتم في هذا الموضوع وش معاييركم في دعم مشاريع الزراع خارج السعودي مبادرة استثمار الزراعي بالخارج هي أحد مبادرات استراتيجية الأمن الغذائي طبعا استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية من عدة محام من ضمنها اللي هو استثمار الزراعي بالخارج اللي أوكل للصندوق طبعا هي حددت المنتجات حسن استراتيجية الأمن الغذائي حددنا المنتجات المطلوبة نتكلم عن المنتجات اللي ما تناسب نتكلم مثلا عن الغرف الخضر وقفناها عن القامح الشعير الرز السكر الضراه فول الصوية كل المنتجات اللي ما تناسب هذا معيار مهم فأهم شيء من منتج ما قدر أزرعه هنا نعم لسبب مثلا القامح لأنه مهم جدا طبعا الحمد لله صاربات فيه موافقة على زيادة إنتاج المحلي لكن إذا زال فيه أقل من الانتاج المحلي بيكون أقل من الاحتياج فنحن ندعم المستثمرين في الحبوب بشكل عام أو الألاف الخضراء خصوصا مع إقاف الألاف الخضراء وهل تساعدونهم بخارطة عالمية للمناطق المناسبة حيث أنهم ما يروحون يخاطرون في دول مهيئة أو فيها مشاكل قانونية هل عندكم خارطة مناسبة صحيح عندنا جهتين عندنا المنتجات محددة وواضحة لأي مستثمر نقول هذا المنتجات اللي ندعم حلو هذه موجودة في موقعك نعم وعندنا الدول كدول استرشادية عندنا قائمة للدول الاسترشادية حلو طبعا نحن ما نلزم فيها لكن نطلب منه في دراسة الجدوى إذا مثلا معروف مثلا الدول اللي عندها مثلا مناسبة مثلا العلاف الخضراء معروف في المستوى العالم فنحدد محددة غالبا أنه بيروح الوحدة منهم بس لو راح الوحدة ثانية يجازم يثبت لي من دراسة الجدوى أنها فعلا طبعا المستثمر نجاحي يعني هذا عشان ما تسير قيود كثير عليه تحدد لك الشيء إذا هو عندها القدرة نحن ما ندعم من أي واحد يعني هذه مهمة جدا لأن المخاطر اللي تعلق بالاستثمر زرعي بالخارج مختلفة عن المزارس طبعا نحن ندعم المزارس المحلية هنا بالهدف أحيان تنموي طبعا جزء منها لمن غذائي لكن أيضا جزء تنموي لما نتكلم عن استثمر زرعي بالخارج فقط أمن غذائي فلما لازم يكون المستثمر مؤهل وعنده القدرة تحليل المالي وتحليل المخاطر مع مخاطر العملة مخاطر سياسية مخاطر كثيرة في الاستثمر زرعي لما كان عنده خبرة ولا عنده قدرة وكذا فحنا حتى حجم المشاريع لحد يعني ما بلغ معي ما يقل عنها تقبل 30 مليون دولار لأننا نحتاج أقل شيء 50% من الكميات الانتجها يحولها المملكة فبدون حجم اقتصادي للمشروع ما هو مجدي ما هو مجدي صحيح صحيح أنه يعني تحدي بس أننا نستهدف ناس اللي عندهم القدرة أنهم يستثمرون يواجهون التحديات وقادرين أنهم يحولونها المملكة كم مشروع دعمتوا حتى الآن خارج السعودية حتى الآن حتى الآن بداينا في 2019 وعندنا مشروعين الحمد لله وهذه مشروعين موّلت موّلت ووفق عليها وطول تقريبا واحد منهم صرف واحد منهم في محالة السق يعني خلال سنة ونص يعني هذه الحمد لله أنها نجاز جيد وفي هذا الموضوع وش مستهدفاتكم في الخمس سنوات الجاية هو من ضمن المستهدفات إن شاء الله في الخمس سنوات الدعم في رقم معين لمستهدف والله هو بيكون إن شاء الله بالمليارات يعني هو تقريبا حوال ستة مليار سبا مليار طبعا يعني هو يعتمد أيضا على المستهدفات الأمن الرذائي ما تقريبا تكلم عني سبعة ثمانية مليارات عظيم ودي أختم هذا المحور بموضوع إيش حققتم في التحول الرقمي كصندوق اليوم يقدم مئة في المئة من خدماته إلكترونية ولا لا عشان أكون صادق نقول تسعين بالمئة تسعين تسعين بالمئة من خدماتنا نقدمها سواء من الموقع أو من خلال تطبيق حق الصندوق لكن نهدف عندنا برنامج بعدين فيه من بداية السنة نتوقع أن نخلص في نهاية السنة برنامج مصرفي كامل هذا بساعد أن نتقدم جميع الخدمات بشكل أفضل من الوضع الحالي إن شاء الله نتوقع نقول أول أو الثاني من السنة القادمة إن شاء الله واحدة وعشرين بيكون السيستم يعني كامل تطبيقه ويحتاجه بنتي إن شاء الله في نهاية السنة ولكن تعرف عن بداية التطبيق تحتاج ربعين لكن إن شاء الله البرنامج مصرفي كامل يعني ممكن زي البنوك التجارية فزي هذا الوقت السنة الجاية حتكونوا 100% من خدماتكم رقمية إن شاء الله بإذن الله تعالى عساكم على القوة أنا بأتقل أبو فهد لمحورنا الثالث اللي هو محور دروس التحول يعني أنتم 70% من إقراضكم لصغار المزارعين والمشآت الصغيرة اللي هي بطبيعة الحال ملاءتها المالية ونطجها التخطيطي والاستثماري ليس مثل الشركات العملاقة فقدم هذا التوجه تنموي وعظيم ومهم إلا أنه يترتب عليه مخاطر في التحصيل والربحية وغيره كيف تتعاملوا مع هذا التحدي؟ هذا السؤال جيد الصراحة وهذه أحد التحديات القطاع الزرعي بشكل عام إنه مخاطرة عالية حتى البنوك التجارية ما تفضل لأنها يعني تستثمر فيه عشان كده الصندوق قدم منتج جديد اللي هو التموير المباشر خلال تقديم ضمنات للبنوك بالذات المشاريع يعني ما نتكلم عن صغار المزارعين صغار المزارعين يأخذونها نطيع الصندوق التحصيل يبقى هاجس لنا لكن تعرف أنه يعني فيه نحاول نحافظ على استدامة الصندوق وأسماله لازم هي دورة يعني ما برغي نحصله نقرضها للمزارعين في شكل مرأخة يعني فلازم يكون فيه يعني نحاول نكون طلب يعني فعلا حقيقي وفيه قيمة اقتصادية للمزارع لما أنه يأخذ القرض ويقدر ندرس التدفق النقدي حقا أن يكون عنده قدرة على استدامة نشوف حتى التزامات المالية الثانية يعني من نسباته من السجل الاعتماني حق المستثمر طبعا فيه إجراءات معروفة في حالة التعثر طبعا يكون فيه عادة جدولة أو انتصال في المزارع فهم أسباب التعثر إذا كان أسباب منطقية وكذا قد يكون فيه مرونة حيانا للجدول لا على حسب أو انتصال صندوق يأخذ حقه القانوني من ناحية وهذا لم يفضل في كل معنى يعني هذا يمكن آخر خيار طبعا من ناحية فيه إجراءات معروفة للتعامل بس هذا أكيد أنه يبقى تحدي والحمد لله يعني فيه تجاوى كويس يعني من مزارعين من ناحية وهم درس تعلمت أنت من هذا التحدي والله أشوف في القرب من المزارع وأنك تكون حتى تعطي خيارات يعني مثلا نفهم ليش متأثر وش المشاكل هل نقدر نساعدها هل نعطي جدولة هل قبل ما نأخذ أي إجراء معه يعني جميل فهذه الحمد لله نسبة كبيرة بكل أمانة أيضا حتى حول غيرنا اللي هو طريقة التحصيل حيانا حطناها شهرية لبعض المستفيدين يفضلون أنه يكون شهري فغيرنا النظام حقنا بحيث أنه يكون فيه جدولة شهرية للمستثمرين المرونة جيدة لكن أيضا في الضبط مهم في هذه العملية فتعلمنا أنك تكون قريب الصراحة وهم يعرفون أنش الخدمات تقدمها حتى أيضا وصلنا إلى المستثمرين ثانيين بعض المشاريع أنهم نشترونها يعني ننقل الدين والمشروع من شخص ما عنده القدرة ولا الوايكت ولا المعرفة الفنية أو تغير المالك لأي سبب لجهة ثانية نسوقها لبداية المشاريع القديمة نتكلم مشاريع بعضها وعند المستثمرين الكبار الحمد لله عندهم وفيه تجربة ناجحة في هذا بالنسبة لنا كصندوق نطمح أنها تكون أكبر الصراحة لكن كبداية جيدة جميل أنا ودي أنتقل الآن للمحور الرابع والأخير اللي هو محور أصدقاء سقراط أصدقاء البنامج اللي أكرمونا بأسئلتهم الثرية وأستميحك أننا نأخذ يعني إجابات سريعة حتى نقدر نأخذ أكبر قدر من أسئلتهم تبشر تبشر بالجنة هذا السؤال هنا يقول كيف تم وضع استراتيجية الصندوق الجديدة طبعا وضع استراتيجية غالبا مر في إجراءات يعني تبدأ من إدارة تنفيذية الصندوق بينما على احتياجات المزارعين طبعا كان في حتى ورش عمل مع المستثمرين الزراعين من البداية ومعرفة التحديات الموجودة والطموح لنسعال حيننا كإدارة تنفيذية يعرض مجلس إداراتنا طبعا يربط طبعا لآن عندنا رؤية المملكة 20-30 وهذا مدخل مهم جدا ليستراتيجيا نعملها طبعا عندنا أيضا اللي هو استراتيجية الزراعية بحيث أننا ندعمين الاستراتيجية الوطنية للزراعة وعندنا المجلس الإدارة عرض على المجلس طبعا نكون فيه طبعا إثراك كبير من المجلس بحيث مع الوزير يتم التحديث على استراتيجية بعدين بناء على المدخلات من المستثمرين من الموظفين طبعا والإدارة التنفيذية المدخلات الأساسية الخارقية اللي هي طبعا رؤية المملكة والسياسة الزراعية المملكة والاحتياجات التي تواجه القطاع الزراعي التحديات اللي تواجههم أيضا وبعدين تروح طبعا المجلس إدارة صندوق الوطني بجهة التنظيمية والمشرف على الصندوق جميل هنا سؤال ثاني يقول ما دور الصندوق في دعم الزراع العضوية والحد من آثار السلبية للزراع الكيموية وفي نفس هذا السياق كان في سؤال ثاني هذه وحدة تقول كوني مريضة وممنوعة من أكل أي شيء بسيثناء الخضار العضوية أجد معاناة في البحث ولا أعلم حتى بمصداقية من يدعي أنه خضار عضوية وش قدمتم في دعم الزراع العضوية في السعودية طبعا الزراع العضوية غالبا هي مزارة صغيرة وحنا ندعمها بشكل مية بالمية قبل أنها قل من 200 ألف هذه تدعم سؤال مزارة صغيرة فالدعم أقل من ثلاثة مليون نسبة التنمية تكون تقريبا حدود سبعين في المية فحنا كستراتيجية أو تكلم عن طبعا هي مهمة كزراع العضوية لكن نتكلم عن أمن غذائي طبعا الزراع السليمة أو الآمنة هي المهمة كل معنا هي اللي يتحقق حتى نتكلم عن نتكلم عن الزراع أنا مشكل أمن غذائي نتكلم عن منتج صحي للسلاك الزراع العضوية طبعا للسائلة وكذو في شهادات تطلع من الوزارة هي اللي تحدد هي المرجع الأساسي غير العضوية لا يعني أنه كماوي أو أنه مسلم لا لا بالأكس هو تكون طبعا أغلب الزراعات تحتاج لها تزيد كمية الإنتاج بشكل آمن يعني فيه معايير مهمة طبعا أكيد فيه مخالفات لكن فيها جهات تراقبهم وتراقبهم إذا كان فيه والحمد لله يعني الوزارة لها دور جيد وزارة البيئة طبعا من خلال وكالة الزراعة وأيضا نحط البلديات بشكل عام يعني كانت في ذاك الوقت مشط ولا زالت مش من أسواك قبل انتقال في الوزارة في البيئة فيه مراقبة تامة للموضوع لكن الحمد لله الزراع يعني ما هو فقط الصالح للسلاك إلا هو زراع للضيئة كل زراعات الآمنة مناسبة للسلاك العدم شميل هذا يسأل يقول هل سنرى خطط تطوير لقرى المملكة من حيث رفع كفاءة الزراعة للهكتار الواحد مثل التجربة الهولندية وبعدين سؤال الثاني يقول المزارع لا يحتاج فقط دعم في الزراعة هذه شغلتها لكن يحتاج ما بعد إنتاج المنتج إلى وصول للسوق بجاوبة الأول مناطق المملكة فيه برنامج التنميري فيه طبعا دشن خادم الحرم قبل سنة تقريبا في قيمة 12 مليار 9 مليار طبعا من الوزارة دعم مباشر من الحكومة و 3 مليار تمويل من الصندوق الهدف منه اللي هو رفع كفاءة الانتاج الزراعي ومساهمة بشكل أكبر ورفع من داخل المزارعين ورفع نسبة وضائف المناطق المملكة التنميري فيها نتكلم عن مناطق المملكة كلها الحمد لله يعني وحسب الميزة النسبية ففيه برنامج فعلا الوزارة تعطي دعم مباشر سواء دعم مباشر سواء يعني مالي أو فني يعني الهدف منه زيادة الانتاج وفيها قام مستهدفات واضحة يعني لثمان منتجات أيضا نقدم التنميل لهذا البنامج السؤال الثاني على موضوع اللي هو السلسلة المناطق اتكلمنا عنه قلنا فعلا حنا كان قد يكون سابقا تركيز أكبر على الانتاج الآن نحاول إن شاء الله أن يكون فيه توازن شوي طبعا في صندوق التنمية الصناعي حنا الصناعات التحولية الأساسية المبالغ معين تكون عندنا وفيها الآن حنا أنه بينهم شارعات اتفاقية بتحدد الدوار بشكل جيد بس حنا اللي يهمنا أن نكون هالمنظومات جيدة سواء من عنده أو عند الصندوق الصناعي أن تكون مغطاة بشكل جيد حلو هذا يقول لدي فكرة في إنشاء نموذج مشروع متخصص في البيوت المحمية المكيفة مستخدما تقنيات حديثة مثل الهايدروبونيك ونعرف ما هي الخطوات اللازمة للحصول على ترخيص زراعي خصوصا إذا المشروع داخل النطاق العمراني الترخيص الزراعي يكون عن ترخيص الوزارة وإذا هو داخل النطاق العمراني في المزارة الزراع المائية نعتقد أن الوزارة هم المسلمين عن الترخيص ونعتقد أن إذا كان زراعا يأخذونه منه مولنا نحن مشروع كلما نحن زراعة عمودية داخل المدينة داخل المدينة بس كما هترخيص صناعي وما هترخيص زراعي ففعليا أنتم باتوا مانعون ذلك متما كما هترخيص إذا عنده ترخيص ما هترخيص اللي يأخذون مزارة الزراعة نعم أو إذا كان بعض الصناعي يأخذون من مزارة الزراعة حلو هذا يقول هل هناك دعم للمزارعين السعودين في الخارج هذه حكينا عنها وهنا سفاء ثاني يقول لماذا شرط وجود سك باسمك للحصول على قرط زراعي أو عقد إيجار عشرين سنة لفينا جدة كلها نحاول نستأجر مزرعة طيولة الأمد وما حصلنا وليس باستطاعتنا أن نشتري مزرعة تكلفنا نصف مليون ريال على الأقل لا إحنا ما نشترط إيجار إيجارة نعشر سنة اللي هو مدة مبعشين هي مدة القرط إذا بيأخذ القرط ثمان سنوات في درس الجدوى يقدر سدني ثمان سنوات أنا ما عندي مشكلة هي المدة لأنه عندي سنتين سماح وعشر سنوات سلاح فشي طبيعي عندما تقتر المشروع أقل الشيء أنك تقدر تسددها صح أو أنك تسددها قبل ما عندي مشكلة دراسة الجدوى طبعا نقتنعنا حسب دراسة الجدوى أنه ممكن يسدد في أقل من هالمدة هذا حماية لي وله يعني بل ما يأخذ الإيجار وبعد كده سنة أنه يطلع من المشروع صح فأنتم إذن ما تشترطون أول شيء الملك لا لا ما مشكلة ومدة الإيجار مربوطة بمدة السداد حفظ اللي حقوقكم صحيح ممتاز هذا سؤال يقول دائما أفكر حول الأمن الغذائي والمائي خاصة في منطقة صحراوية معدومة المصادر الطبيعية للمياه ما هي توجهة الدولة حول زراعة النخيل باعتباره أكبر مصدر للسنزاف المياه الجوفية وأنت أبو فهد عضو في مجلس إدارة مركز الوطني للتمور صحيح فوش رأيك هذا سؤال جيد نحن نتفق معه نتفق من ناحية أنه مهوض ما نتوسع بالزراعة الزراعة النخيل مهوضة موكلة بس حنا كدورنا كصندوق نساعد المزارعين الموجودين مرافقات السلاك المياه من ناحية تسخدام تقنات الحديثة بالرأي طبعا التمور من أهم المنتجات حتى قيمة استراتيجية وقيمة مهم طبعا السلاك أقل مناطق المملكة سلعة استراتيجية وفيها أمن غذائي كبير لكن هل نحتاج أن توسع؟ ما نعترض أنه نحتاج حتى في المركز النخيل الهدف أنهم قدموا خدمات المزارع الحالية رفع كفاءة الإنتاج يعني المزارع الموجودة بدل ما أروح أحط مزارع جديدة ورافع كفاءة الموجودة زد طاقت الإنتاجية من حسن خدمات حسن خدمات التصدير وممكن يكون إن شاء الله حتى الآن ندعم حتى تصدير التمور يكون إن شاء الله بعد الدخل مباشر طبعا من حتى التصدير يعني المملكة فأنتم كتوسع في دعم مزارع جديدة للنخيل هذا توقفت فيه لا نوقف مناطق روض ولكنكم تدعموا المزارعين الحاليين التقنية الحديثة التقنية الحديثة لرفع كفاءة إنتاجهم فقط الإنتاج أو التصويق هذه هملة مثل مصانع تحويلية ندعمنا كثير مصانع تحويلية ممتاز وتقنيات حديثة وبعاثة جمعيات وبعاثة الحمد لله حتى ساعدت في التصدير يعني يمكن أن الجمعيات خلال السنة بدأت تتصدر الحمد لله وفيه مستثمر في صناعات تحويلية جيدة الحمد لله ومنتجاتها جيدة فهذا التحول للنساء علي إن شاء الله ممتاز هذا السؤال يقول فيه تقنية للاستزراع المائي باستخدام الأسماك ليه ما نشوف لها دعم وتشجيع قوي حيث أنه أثبتت نجاحها في استراليا ودول أخرى هذه موجودة الحمد للأكس وعندنا رائدين فيها الحمد لله عندنا شركات في المملكة مستوى العالم يعني فيه تصدير كبير منهم الحمد لله والصندوق قدم لهم دعم كبير خلال سنتين الماضية يعني ممكن حتى يعني ما هو هو أحد السدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين السزراع السمكي السزراع السمكي صحيح فيه تقنيات جديدة والحمد لله دعمه الصندوق وعندنا برنامج خاص بالوزارة لدعم السرواة السمكية والحمد لله لهم دور جيد فيه جمعية طبعا السزراع السمكي فيه منظومة جيدة في المملكة بالأكس أنا أعتقد أن السزراع السمكي في المملكة إن شاء الله متوسع فيه بس عندنا نواة جيدة وممتازة ودعمتم في السنوات اللي فاتت دعمنا الحمد لله بزارة أسماء زمان الصندوق صحب كلما ندعمها بس نستمر في الدعم عندنا الشركة الجديدة ودعمناها مئات الملايين بأكثر من مليار خلال الخمس سنوات ونحيي للمهتمين بهذا الملف لحلقتنا مع مدير برنامج الثروة السمكية دكتور علي الشيخي نعم اللي تحدث بإسهاب عن أهداف المملكة وأعتقد أننا حققنا قفزة من ثلاثين ألف طن سنويا إلى حدود المائة ألف طن بنهاية هذه السنة العام الماضي ثونين ألف طن تقريبا السنة هذه مستهدف نوصل المائة ألف طن هذه كلها في الخمس سنوات اللي فاتت استزراع سمكي وهو يعتبر ثاني صادرات السعودية بعد البترول ومشتقاته حسب كلام بو محمد فنحيي المهتمين لتلك الحلقة دعم لرواد الأعمال المؤسسين للتطبيقات التقنية المتخصصة ببيع المنتجات الزراعية التي تساهم بتسويق منتجات المزارعين الجابة على هذا في تفصيل شوي حلو إذا هو عشان حنا بعد وقعنا مذكرة مع بنك التنمية الاجتماعي عشان ذات دوار مشاريع صغيرة هو متناهية السرع عند الزملاء في بنك التنمية لكن إذا هو تطبيق معه يعني مركز تسويق ومعه سيارات للتسويق ومعه هذه ما في مشكلة هذا يجي الصندوق ومولنا حينها مشروع مشروع فيه تطبيق بس أنه أساسه طبعا عنده مخازن وعنده سيارات وعنده توزية وعنده ومن ضمنها التقنية اللي هو التطبيق لكن كتطبيق لوحده يعني أنا أود أنه عرضنا الفكرة عنده اتفاقيات مع جهات ثانية لأن التطبيق لوحده يحتاج لها يعني منظومة يعني دائمة لها يعني سيارات السباقية يعني لين يأخذه من المزارع طبعا ما أخذ المزارع لازم فيه تغليف وباكل جينج وهذا مركز الخدمة اللي نسميها لين يوصل المستهلك فهذا شامل المنظومة هو في تعاون كامل مع المنظومة ما فيه مشكلة جميل هذا يقول لكم ليش منتم موجودين في شبكات التواصل الاجتماعي لو حندنا عندنا حساب للصندوق وموجودين بشكل يعني أكثر عندنا قناة في تليجرام عسرنا متواجدين بس يمكن لو سؤال ليش متفاعلون متواجدين أنا أعتقد التفاعل معه ليه ما فيه تصدير لمنتجات مثل التمور لا صدر الحمد لله لا ممكن تصدر التمور لدينا هدف إن شاء الله يعني حد هدف لمنتج نصدر لأول التمور وحما كصندوق قدمنا كروض نساعد المستثمرين الحصول عليها للتصدير بحيث أنه يقدر يعني رأس ما العامل يشتري تمور طبعا وعندها قدرة أنه يصدرها وبدأنا فيها الحمد لله جانا أكثر من المستثمر أيضا المركز الوطني لنخيله التمور له دوق كبير بهذا الشعن يعني بتشجيع وتسهيل عملية التصدير مع الجهات المانية مع حيات الصادرات أو الجهات وغير عظيم آخر سؤال هو سؤال عن التحول الاستراتيجي للصندوق بشكل عام يعني إحنا شفنا صندوق التنمية الصناعية يمر بتحول استراتيجي أنه لم يعد الصناعة وإنما هو الصناعة والتعدين والخدمات الرجسطية والطاقة فهذا تحول استراتيجي في نطاقة وشفنا في الصندوق العقاري تحول استراتيجي في نموذج العمل لم يعد يقرض من محفظته وإنما صار يفعل البنوك التجارية للإقراض وهو يغطي الفائدة أو يتحملها نيابة عن المواطنين إلى حد معين من الدخل فما هو التحول الاستراتيجي اللي مربع الصندوق الزراعي وسيمر بخلال الاستراتيجية القادمة إن شاء الله تعالى طبعا نتوسيع الدور دخلنا في السلسلة المزالة بشكل أكبر ونهدف إن شاء الله أنها تكون أكثر دخلنا في الاستثمار الزراعي بالخارج وهذا يمكن نطار جديد وكبير ومهم للأمن الغذائي أيضا نحن دخلنا في التمويل غير مباشرة مع البنوك وقدمنا تمويل غير مباشرة بضمنات من الصندوق لبعض الجهات ومن ضمنها المساعدة مثل المصدرين السعودية تمويل غاسم العام من خلال شراكة مع بنوك تجارية لأن هناك فجوة كبيرة في التمويل الزراعي والبنوك عندها تخوف من القطاع فالصندوق دخل كضامن نحن نذرس ونطلب الضمانات من المستثمر وهذا يتغير في النموذج العامل وتطوير كبير وتوسيع قدر القاضية ومصادر التمويل للمستثمر فحنا توسعنا في نشاطنا ودخلنا في مجال خارج المملكة من ناحية الغذي وقدمنا المنتجات تمويلية مختلفة ودعمنا حتى أيضا تقنيات الحديث بشكل أكبر عظيم أنا شاكر لك قبول الدعوة بفهد وندعو لكم بأصدق الدعوات إن الله يحقق أهدافكم أو يساعدكم في تحقيق أهدافكم لأنه أنتم الممكن المالي لأمن الغذائي لهذا الجيل والأجيال القادم عساكم على الكوة يا رب شك شكرا لكم والحمد لله بلاك شكرا للدعوة وصعيدنا لكم موجودين وتمنى أنكم استفيدون إن شاء الله ما قصرت الله حيكم أصدقاء سقراط شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهم